انا هي اللي عمتي تصرفت فيها الخير وردت لها ابو مزوي منيك كانت عندي 17 عام مشيت عند عمتي الإسبانيا لكي نكمل قرايتي هي مجوجة وعندها جوج بنيات عندها 27 عام وراجلها عنده 33 عام مشيت عندهم استقريت معهم وبدأت نوجد قرايتي راجل عمتي هو احد الانسان الذي يضريف بزاف ويعوني في أي شيء بغيتها فيما كان يحتاجون لقاها بجنبي لما نحية الفلوس لما نحية العوين يتعامل معي بحلقته وعزيزة عليه وحتى انا كنت كنت نحسبه رجل عملي مشاتية موجاتية ما نكذبش عليكم بقوت موقف معي وكان رجل في جنبي ولا كي يعجبني وشخصيته ولا تكتسطيني هادرته والكاريزما ديانه راجل ونص بوغوس معقول وضحوكي وأي بنت تتمنى المهم فيما كان يحتاجون لقاها هو كان يبغي عمتي بزاف وكتنشوف المعاملة ديانه معاه كي عملا بحشي اميره ام في الشهاء بلا قياس لا نكذبش عليكم نهار على نهار وكانت متحلقة بيه بزاف وكانت مقام بغي غلق نشوفه هو غالس وهو كهدر وهو واقف بدأت نتقرب منه ولكن هو مني عاقبية ولا دائر بناتنا حدود واحد من نهار كنت قلت لي ميساج في الواتساب قلت لي شوف انت ركت عجبني وكانت مجنونة بك وكان حمق مني كنت نشوفك مع عمتي هو قرر الميساج ومجاوبني جلد دار ملقانيش انا كنت خارجة من دراسة تبعني قلت لي شوف يدري عقلك تشير مكيسلكش باركة ماد الحمق الخاوي انا كنت كيسحاب لي انت ركب حلقتي وكانت تعمل معك زوان اذا لمشت عاملتك حتى سمعت هذا الشيء او لو سقطت الخبار انا ما غيكون خير انا بقيت عكي ندور في عينيه الشيطان ضحك علي وزيليه بزيف ديال الحويج وقلت هدي الفرصة ديالي بدأت ندوره بالهضرة وكانت تغبن عليه بكيت حداه وتقربت منه وتحلونت عليه حتى بدأت يرتعب وبدأت ندير لي خاطره في اي حاجة بزيف ديال الحويج عمتي ما كانت كتديرهم والتي انا كنتديرهم غير باش نطيحوا في الشبكة ويبقى حدايا ايه وصافة نهار على نهار السيطة تطح في شباكة وتزعت فيها واخر كنت عمتي ولا تكتشك بعض المرات في الحويج ولكن انا كنت ندورها والتينا كنت لقى برا ندوزوا الوقت مع بعضياتنا وفي الدار نديره عادي حتى لا يوجد شيئا نهار على نهار وكانت تهرب من عمتي تبدل من جهتي بزيف وكانت تعمل في شكل من جاتيام ومجاتيام حتى نهار اللي سنعرف راسي حاملة فيه لا نكدبش عليكم دارت بيه الدنيا شديت راسي وقلصت الارض فكرت في بزيف ديال الحويج قلت ايش نويت شي انا درتس لماذا حطيت رجلية؟ هذا عمتي اشنو دارت ليها؟ هي صرفت فيها على الخير تعملت معي بحل بنتها اكثر في الاخر نجازيها بات طريقة قلت هالي قلت ايش ندير انا حاملة قلت ايش نطلق عمتك ونزوج بك وانا للاسف ما عندي شي حل اخر صافي غرقت اذا بدأت السمانات ارجعت المغريب لم نكدبش عليكم ما بقيتش قديت نشوف فيها وعيني جي في عينيها بالخصوص حيش غديتطلقها وغديتعرف بقاديتنا ندمت على ساعات الحمق اللي دوست معاه وخاء انا فعلا بغيته مما كانت شعليا نخرب حياة عمتي